اشتركوا في القناة القائل فيما صح عنه ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد اخواني واحبابي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت اسرار وهذه الليلة حلقة خاصة عن خير ايام الدنيا بعد سويعات قليلة بعد ايام قليلة سندخل علينا العشر الاول من شهر ذي الحجة وهي افضل ايام الدنيا كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا ان في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها وسألوا الله ان يستر عوراتكم وان يؤمن روعاتكم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اقول اخواني واحبابي ان الله جل جلاله البر الرؤوف الرحيم قد اكرم هذه الامة المحمدية امة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الخصائص من هذه الخصائص ان الله تعالى يسوق الينا من المكرمات والخيرات والبركات ما يغفر به الزلات ويضاعف به الحسنات ويرفع به الاجور ومن ذلك هذه العشر التي تحدث الله عز وجل عنها في القرآن الكريم وتحدث عن فضلها فقال الله تعالى والفجر وليال عشر اقسم الله عز وجل بهذه العشر وهذه العشر هي العشر الاول من ذي الحجة كما صح ذلك الخبر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم باحسان هذه العشر يا اخواني قد فضلها الله عز وجل على سائر ايام العام هذه العشر الاول من ذي الحجة فضلها الله عز وجل على سائر ايام العام وقبل ان اذكر الحديث اقول لاخواني واحبابي من منا لم يذنب من منا يسأل ربه عز وجل في الليل والنهار ان يسوق اليه الرحمات والخيرات والبركات لتكون سببا في مغفرة الذنوب هذه هي الايام قد اتت واقبلت ستقبل علينا بعد سويعات قليلة نحن اصحاب ذنوب ومعاصر اسأل الله ان يتوب علينا توبة ضرطيه يتمنى الانسان ان يخرج من هذه الدنيا كيوم ولدته امه لم تكتب عليه خطيئة اي انسان فينا تمنى ان يكون كذلك يا عباد الله لا تيأسوا من رحمة الله فان الله عز وجل عز وجل جل جلاله له الثناء الحسن الجميل هو الغفور الرحيم والله يفرح بتوبة عبده لالله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم لالله اشد فرحا بتوبة عبده من احدكم كان على راحلته بارض انفلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وقد ايس من راحلته الناس عز وجل يحكي قصة رجل يركب على دابة ماشي في السحراء وعلى هذه الدابة الطعام والشراب انفلتت منه هذه الدابة وقد اشرف على الموت قد ايس من الحياة فبينما هو كذلك اذ بها اي بهذه الدابة قد اتت عنده فامسك بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح كم تقدر توبة هذا العبد كم تقدر فرحة الرب جل جلاله الله جل جلاله يفرح فرحا حقيقيا لا يشبه فرح المخلوقين ولذلك اقول اخواني واحبابي الله عز وجل يفرح بتوبتنا واوبتنا اليه يقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا جاوزوا الحد فعلوا الكبائر والصغائر واصروا على ذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم كم اذنبنا وكم اجرمنا في حق الله والله تعالى ينادين بقوله قل يا عبادي سبحانه جل جلاله فمن منا لا يتمنى ان تغفر له الذنوب وان تكفر عنه السيئات وان ترفع له الدرجات وان يكون من اهل الجنان يا عباد الله اقبلت علينا العشر الاول ستقبل علينا بعد سويعات قليلة وليالي قليلة فهيا بنا هيا بنا اخواني لنتعرف على فضل هذه العشر الاول ونتحدث عن الاعبال الصالحة خمسة عشر فكرة خمستاشر مشروع او فكرة سننفذها باذن الله جل جلاله في هذه العشر باذن الله تعالى